في مرة من المرات شفت اشياء غالية باسعار رخيصة قد تن الشي اللي قدامك كذب او خزع بلات او في مرة من المرات شفت اشياء غالية ولكن ما تستهل السعر اللي يندفع عليه هذي النقطة اللي راح نسويها اليوم سلسلة تحدي جديدة راح نعكس فيها اسلوب العالم الاشياء الرخيصة ممكن يوم من الايام تطلع من الاشياء النوادر الموجودة حولنا يعني شفنا قبل ان في سيارات قديمة وبعد الاحتفاظ فيها صارت نادرة لابعد درجة التحدي راح يكون كالاتي ثلاث اوراق وكل ورقة لها لون مختلف وكل ورقة راح نكتب فيها شي غالي مرة في الورقة الاولى راح يكون مكتوب فيها ايميل القناة الخاصة فيني وفي الورقة الثانية راح يكون مكتوب فيها سيارة وفي الورقة الثالثة راح يكون مكتوب فيها لابتوب ورح نعرض هذه الاوراق في كل المزادات الموجودة في السعودية وما راح نعلمهم وش اللي داخل الاوراق والشخص اللي راح يدفع المبلغ اللي راح ينحط على الورقة راح يكسب الغنيمة السلام عليكم هلو ولو شباب كيف الحالش أخباركم طيبين إن شاء الله يوم جمعت خير راح يكون عندنا سلسلة جديدة وغريبة نوعا ما اوه الله العظيم انا مو غريبة غريبة مرة 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 حتى اللي قاعدت سويا ما ادري وشي ولكن راح اشرع لك بيها بالتفصيل فكرة غريبة جتني وانا نايم ما ادري وانا صاحي ما ما ادري كيف جتني انا يقول لكم الفكرة هذه والله العظيم ما ادري منين اطلعت ثلاث ظروف اللي ما يعرفوا شو الظرف هذا عرف هذا راح احط في كل ظرف مثلا الظرف الاول هذا راح احط فيه 5000 ريال والظرف الثاني راح احط فيه سيارة طبعا شو السيارات اللي راح تكون موجودة هي المرسيدس يزد انا انسان وشي الثالث راح يكون لابتوب ماكبوك اللي شفتوه في الحلقة اللي فاتح راح ناخذ الثلاث اوراق هذه ونعرضها في المزاد المفتوح وبرضو راح نعرضها في حراج راح نعرضها في جميع تطبيقات البيع والشراء سواء عند الحنة العرب او الهجانب وراح اعرضها باسلوب ان الظرف كذا فاضي راح تشتري ظرف فاضي مثلا هذه فيها 5000 ريال سعر الظرف هذا راح يبيع مثلا 500 ريال تشتري ب500 ريال تربح 5000 ريال ولكن من الشخص اللي راح يصدقني فرح تكون المعاناة طويلة والحلقة هذه انا متأكد بتأكد انها راح تاخذ وقت طويل في التصوير قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابعة لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات لازم تشترك والله العظيم لازم تشترك بتحط لايك لاننا قسب بالله العظيم اجهاد وتعب مادي غير طبيعي من ناحية السلسلة اللي كانت مع رايد اللي بخصوص التكملة المقاطع كلها مصورة بس تحتاج منتاج وانزلها لا تحرمنا من لايك واح نبدأ نعلن الظروف هذه للبيع ولكن نحتاج مساعدة شخص شخص هذا انتو تسمعون صوته ولكن ما تدرون منه قلنا نتصل عليه ونجرب انا والله السلام عليكم السلام والرحمة كيف حالك طيب والله تمام وهو شو مسوي والله بخير اسمعي يوسف عندي ثلاثة اشياء بغاك تعرضها لي للبيع وشي ثلاثة الظروف أبغاك تأخذها وتعرضها لي ظرف تعرف الظرف ظرف ايش ظرف فاضي أبغاك تعرض ليه ثلاثة الظروف أبغاك تعرضها لي مزاد أجنبي ومزاد عربي الظروف الواحد أبغاك تعرضه بسعر 500 ريال مع السلامة الله صراحة سلامة ما تريب عندي ويدي نحين خلص انتقل للإعلان نحين خلص سوينا إعلان بموقع حراج أبغاك قدامكم مواضح وسويت الهيلة بالسوق المفتوح أيني بنزله وسويناه لبشباك لسه هو جديد وسوّلناه له يبي موقع أجنبي الله أنا معرف إليه يبي أما زم ما يحب قلت إليه يبي هذا الإعلان خلصة توقع كده وإن شاء الله سامة ما يجي فينا لي بعد 20 ساعة من نزول الإعلان راح نشوف هل فيه شخص تواصل معنا أولى بسم الله ندخل المواقع المزاد أول شي ندخل على حراج الإعلان قبل 21 ساعة 21 ساعة الملف الواحد بـ 500 ريال الرجاء اختيار الرقم المكتوب على الملف قبل التحويل السعر 1500 سعر التوتل ملف الواحد 500 ريال طيب تخيلهم فيه شخص يجي يضف الملفات كلها وبيضمن كده 30 ريال طقه واحدة حرفياً رقم واحد رقم ثلاثة رقم آآ آآ أوكي تدرون لو في أحد ركزي جماحة الخير رح يعرف أن هذا السيتاب حقي والله العظيم رح يعرف توفو هنا بعوازل ما في يوتيوبر أو ستريمر يستخدم ستاند إلا أنا علبة البروتين انتهى تاريخه وحطيتها تحته آخ لو يركزون شوي ممكن يدروننا فيوار ولكن ما ركزوا ما ركزوا مرة طيب نروح لمنصات الثانية طيب هذه في السوق المفتوح يا جماعة الخير السوق المفتوح برضو نفس الإعلان هذا رقم الإعلان يا سلام دردشة تم التوثيق عضو من قبل 21 ساعة والله أني قيل لكم أننا رح ننتظر انتظار كثير خصوص السلسلة هذه طيب نشوف يبي ونشوف الكل شي موجود طيب جماعة الخير ما حد تجاوب معنا في أول 21 ساعة ويلي والله أني بطول كفون اشتروا يا أخي طيب الله ودي ودي أنزل في السلام أقول أني عرض ملفات للبيع بس ولكن خايف 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 أنها تخرب الفكرة راح نخلي الفكرة كده تستمر ودائما الأفكار الجديدة تحتاج وقت في التطبيق راح نستمر ونروق ونشوف وإن شاء الله يجينا الزبون ولكن أفغى أسلك سؤال واحد لو أنت في هذا الموقف راح تشتري أو لا أتمنى تجاوبني بكل أمانة ايه قاعد أشوفك والله إني قاعد أشوف آه آه بسم الله كل أمانة بغاك تكتب تحت في الكومنتات إيه والله لا أشتري إيه مستحيل أشتري لا مستحيل أشتري أيوه ما تنازل الكومنتات اضغط على لايك واشترك وفع الجرس خلنا ندخذها لذي 100 ألف والله العظيم إنه مو صعب عليكم ننتظر اليوم الثاني واللي بعده اليوم ثاني اليوم الثاني الله جاء تخير الموضوع طول في شكل كبير يوم يا جماعة تخير و18 ساعة والحد الآن ما حتكتب في الكومنت ولكن قبل ما يقارب ساعة في شخص مرسلي على الواتساب يكلمني بخصوص الضرف خلنشوف إيش عنده طيب يا جماعة تخير في الكمبيوتر ما طلع الكلام وكاتب يقول جاري مزامنة الرسال أيوة طلع كامل أوكي طيب السلام عليكم أنا شفت إعلان بموقع حراج عن الملف إيش فيه وليه بخمسمائة ريال وإذا بختار رقم اثنين وكيف يوصلني الملف طبعا البوترد عليه ثلاث قلوب إذا أي الواتساب حقي ترسل قد عليك البوت ثلاث قلوب ثلاث واربعين ثلاث واربعين بعدين ما ردت علي حياك الله بقول له ما في شي ما في شي ملف ملف رقم اثنين وش كان مكتوب فيه عيال هذا رقم واحد هذا رقم اثنين يبغي يشتري رقم اثنين وش كنت حاط فيه مو مو هذا رقم اثنين هذا رقم اثنين معليش هذا رقم اثنين ماكبوك يا عيال لبتوب رقم اثنين في ماكبوك فوكس ماكبوك طيب مع تخير الرجال هذا متصل ولكن فترة متصل والله إني إخته نقعد على الكريسي ينتظره والله العظيم إي خلسية ريال ممكن فعرف قصة الظرف قيب يا شيخ قيب يا الشيخ الظرف ش أقول له والله العظيم أعرف كيف أقول له أقول الظرف هذا قديم أقول له isto اقلcereه هذا سري هذا سري للغاية للغاية مصنوع مصنوع من أنا بيين لي ان الظرف مرة قوي مصنوع من وش van من الشجر من الشجر مصنوع من الشجر الاوزبكي BETO اش دخل اكبر اش دخل اشي لا اعطيها نفسي ومنصوع اوكي ومصنوع عليش بالغلط وين النجم حبي التعديل ايه ومصنوع ومنصوع مشكلتها مشكلتها الرد المتأخر قسم بالله العظيم طفشني يا عيال يرد متأخر والله ياهو طول والله يجبعت الخير طول مره 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 طول ما رد يا اخي ما حب لي كذا انا وهقني ولكن دائما اتذكر يعني اذا كانت الفكرة جديدة فاعرف ان الموضوع راح يطول يلا ان شاء الله عاد ان شاء الله اليوم الثالث والرابع تلقى انجاز وضخ من الزباين باذن الله عليباه السلام رحمة الله لكن ما ادير شو قلوه ولكن انتظر الزبون يجي بالله يبا يعني ان ارسله استفام ثاني ثالث اخذ والله العظيم طول طول هذا هذا طول اول مره قلت لقالي ممكن اعرف قصة الظرف قلت الظرف هذا سر الغاية مصنوع من الشجر الاوزبكي تفتلات فيه وحطت الاستفامات ننتظره يا الله ياهو رد رد ياساته ولكن راح اخليه يندم ندم شديد بعد ما تنتهي الحلقة ومن التسجيل هذا كله راح ارسله في الخاص وراح احرجه تبلي يا جماعة الخير انت غبي ولا تستهبل تحسب الناس ما عندهم عقل اشكالكم المريضين لازم الناس تشوف لهم حل توكل على الله يا مريض طيب ذكر كلامي نهاية الحلقة كله راح اجمع الجزيئات كده بسيطة وبرسله جزه من المقطع بري وشو اللي جوه الضرف خليه صده راح عليه ماكبوك ننتظر الظروف الثانية تنبع ايدي يا جماعة الخير في شخص تواصل معي قبله شوي وانا كنت برا البيت يقول لي اتصل علي كان يسأل على الظروف قلت له ما فهمت عليك خلني وصل البيت واكلم تيجي الحين لحظة الاتصال ونشوف اش عدة بحاول خلي الجوال كده عشان رقمه ما يبان خلصة وش اه اوكي يقول فشل الاتصال منعيد الاتصال من جديد الو السلام عليكم السلام الله كيف الحال اخوي والله طيب اشفارك الحمدالله انا اللي تواصلت معي عن طريق الواتس اللي جيتني سبب حرك حق الملفات ايوه حق الملفات ملفات ظروف الظروف هذه خامتها مختلفة يعني مو نفسي خامة انت تتوقعها تمام موجودة من عام 1402 تقديمة والي بطول اي هذي قديمة مرة ايه بس الي عندي في ناس يعني يعرضونها باسعار اغلاوي ولكن انا يعرض الواحد يعني سعر مرفي يشوي بشكل سمية هي الظروف ترى ممكن يوم الايام تجيب لك مبالغ اعلى يا الشيخ والله انت بتستخدمها ليش انت اصلا انت وش بستخدامك لبظروف اه يعني حاول الشيخ خاص أوكي يعني عندك كذا شغلة تستخدم فيها الظروف إيه طيب ما عندك يعني حاول أن ترعين سنخفها من بتأخذها كلها أنت إيه كلها 500 لا لا وإن أخوك لا كذا أنت بخست سلعتها مرة بخست السلعة مرة يا شيخ أجل ما عليش طيب الواحد ترى بـ 500 معروض أقول الواحد معروض بـ 500 يا شيخ ما عليش معرفنا اسمك عبدالله حياك طيب الواحد يا شيخ عبدالله معروض بـ 500 إذا يا سلام فما قدر أبيع لك الثلاثة كلها بـ 500 إذا تبيت ثلاثة كلها بـ 500 ألي في أربع ألي في أربع ألي في أربع يا خي تسوق أمه أنت عليه ولا إيش بالضبط إيه ليه الف ثلاثة مية أقول لك الف أربع أبدا بيوت دقيقة يقول الف ثلاثة والله نوت أكتك ألو ألو أيو أيو يا شيخ ما قدر أبيعك إلا واحد باقي واحد اختر أي واحد تبغنت لا يا أخي أنا بكتش بأت أحد سام بعت أحد أنا بعت إيه بعت أثنين قبلها ما نبتعي يا أخي أنا ترى أنا والله يبيع أنت بيها خلاص وكي بأدبر لك بعدين طيب في واحد الحين في واحد بس اختر رقم اللي ينكتب عليه واحد واثنين وثلاثة رقم ثانية رقم ثنين أيو رقم طيب أخولي لا رقم ثنين رايح رقم ثنين باقي واحد وثلاثة ثلاثة كبيرة ثلاثة ثلاثة أغشيش من هيا لا أنت ما أنتو داخل للرابع الأكبر من أخوك ياوووو ايو إنتبغى ذر الثلاثة رسلت لكياب ذر الثلاثة حلاص يللا ثلاثة إن شاء الله تبع ثلاثة يعني ثلاثة كمية شوائب لا لا يا أخوي لا إذا تبع واحد بثلاثمية ما عندي مشكلة نعم لأ يا ثلاثه، إنتبغيت أبو ثلاثه، اللي في رقم ثلاثه؟ جمعاتي خيارة يا جماعة الخير، والله الرجال صملة ثلاثة،، ماذا كنت حاطفي هنا— حلووووووووووووووو الريق طائمة، يا شيق، حيىك الله طيبو، أول شيق أنا أقول لك أعاااا كيف حالك؟، أمورك زينا؟ بams إوامة والش، إذ يخرجنا مقطع في اليوتيوب، أراح؟ ج.ير رقم 3 أطلعت لك $50000 أقرأت لك $50000 أحولك يا هبشر تجيك الحين إرسل لي رقم حسابك ولأيبان يا شيخ أنا مخلوم عليهم صدق صحيح إي لله إرسل لي أيبانك يا شيخ وبإذن الله بتموصل لي طب واحد خالز يلا واحد كان فيه سيارة خلاص ‫خلاص يا شيخ voilà راحت عليك والله راحت انت اخر واحد كنت يا حبيبي يلا الله يسعدك ارسل لي بس الايبان حقك واشاك بشير بشير يعطيك العاب يما عيال يالحب يما يالحب ثلاثة خمس ألاف ريال خمس ألاف ريال شراها بخمسمائة ريال وهذه في سيارة واحد بنترك واحد وأنا قلت له ذا بس يعني باقي في واحد بيشتري رقم واحد بننتظره آخر مكالمة واتصال كل الظرف رح نعطيه محاولة الرقم ذاك راح حق ماكبوك هذا اللي يسلمكم اختار الخمس ألاف ريال باقي رقم واحد اللي هو فيه السيارة اذا جاء احد يتكلمني وقال يبغى وصمل له ما حد بغى خلاص ونوقف ليت بيتوقف ساما خسائر ايه خسائر زي انها خمس ألاف ما راحت سيارة ايه يا جماعة الخير والله طولنا واجد 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 درجة اني لسيت لعندي مقطع بالفكرة هذه ولكن اوعدكم في الأفكار الجاية ممكن ما تكون ظروف ممكن تكون اشياء مختلفة لا تنتظرني تحسب انها ظرف بس والحساب نفسه برضو راح يتغير ما راح ينزل فيه نفس الحساب ممكن اعرض مثلا علبة ممكن اعرض شي ممكن مو نفس السعر السعر قريب ولكن السلسلة هذه راح تكون ممكن كل اسبوعين او كذ ثلاثة سابيع اكتبوا لي تحت في الكومنتات وش الاشياء اللي ممكن نغبي فيها الجوازة ونغبي فيها الاشياء احتاج منك خدمة بسيطة حبيبي وعزيز المتابع وانك تضغط على زر لايك والاشتراك وتنشر هذا المقطع اتوقع طلب مرة سهل صح انتظروني في المقاطع الجاية يا جمعة الخير على الجرس عشان يوصك الجديد سلام